كيت عن شي مهم سيد شربل مسألة اليوم المؤشر باليمن شفنا بوقت سابق هناك الهدنة العسكرية شفنا إيداع مليار دولار من قبل السعودية في البنك اليمني هل يعني اليوم ستقود مسألة تثبيت هذه الهدنة لانتقال إلى حال سياسي شامل في اليمن هل ممكن أن يكون سريع عن المدى الزمني كيف اليوم برأيك سيرتسم هذا المشهد في جنوب السعودي يعني من المبكر لأنه ما طلع يعني ما ظهر إشارات ماذا سيحصل يعني شو الاتفاق وتفاصيله عن اليمن شو الاتفاق وعلاقته بلبنان وأنعكاساته على لبنان شو الاتفاق وعلاقته وأنعكاساته على سوريا لكن يمكننا الافتراض أنه بالحد الأدنى هناك تثبيت للهدنة في اليمن هذا في الحد الأدنى الكلام اللي قيل أمس من مصادر قريبة من السعودية أنه هناك تعهد بوقف دعم الحوسيين ولكن بشكل تدريجي وهناك تعهد أو أمل سعودي وحديث عن أنه إيران ربما قررت أن تبدأ مسار العودة إلى أن تكون دولة عادية بسبب الظروف التي تعيشها وبسبب الوضع الإيراني وبنهاية الأمر انتهاء المشروع الإيراني عمليا لأنه بسبب سقوط النموذج داخل إيران ليس سقوط النموذج خارج إيران سقوط النموذج داخل إيران مبالغة اليوم بالقول بلشنا بالحديث عن الجانب السعودي بدي أخذ وجهة نظرك مسألة ماذا دوافع إيران اليوم للأقدام اليوم باتجاه السعودية باتجاه هذه الصفحة الجديدة ما هي الدوافع؟ عم تحكي عم تشير إلى أحدى هذه الدوافع هل هي اليوم بعد العزل نوعا ما الإيراني اللي وجهها النظام الإيراني بمسألة التظاهرات التي حصلت هي أحدى هذه الدوافع باتجاه الانفتاح على السعودية ماذا ستحصل إيران من هذا الانفتاح على السعودية؟ خلينا نراقب المشروع الإيراني بالمنطقة والمحور الإيراني كله لأين وصل بالوقت الحاضر؟ يعني وصل أنه قدر يتدخل بدول ويتسبب بعدم الاستقرار فيها ولم ينشئ يعني علاقات متينة مع دول صالحة للعيش يعني نشوف لبنان نشوف سوريا نشوف العراق من جديد ستراتيجيا أمن مصالح أنا وإياك اليوم اللبنانيين أو اليمنيين أو في سوريا أكيد المقاومات الأساسية والأولويات هي مقاومات الحياة والدولة بالنسبة إلى دولة إقليمية في المنطقة سميتها حضرتك وهي من الأفعال بالمنطقة أو الأقوى عم تعمل عملت هذه المصالح الاستراتيجية يعني إذا أصبحت موجودة باليمن بسوريا بلبنان ببتالي استراتيجيا إلى إيران والدولة الإيرانية والدور اللي هي بترغب فيه هي بالنسبة إلى حقق تعتبرها نجاحات هي بتعتبرها نجاحات لكن المأييس الطبيعية للنجاح هو أنت كيف تساهم بعملية أنك تكون تغير مستوى الناس للأحسن هذا بيدوه لك بس بالخارج أنت بتعمل مصالحك كله أمن القومة يعني إيش أنه مصالح القومية بس الآن العراق عم يقول من بعد كل العلاقات الوسيقة مع إيران أنه لا نحن دولتنا الوطنية هي الأهم وليزم نرجع للتنمية وليزم نعمل مصالحة إيران اليوم بدولة قوية بالعراق وليزم نعمل تنمية وتكون علاقتنا مع الكويت تجارة جيدة وتكون علاقتنا مع السعودية وشفنا المسار اللي بلش بالكازمة وشفنا الرئيس للعراق الجديد السوداني شو عام يقول الوضع السوري طبعا يعني ما فينا نقول أنه الوضع السوري جيد أو حتى يعني بالحد الأدنى الوضع اللبناني كلنا منعرف الانهيار اللي حصل في لبنان الوضع اليمني منعرف أنه الحسيين يعني هي مشاريع حروب عم تكون إذا أخذنا يعني نتائج السياسات الإيرانية بالمنطقة واضح على واضحة أسارة بالدول اللي كان إلى تأثير فيها بكل وضوح ثم السورة الإيرانية بعد من سنة 79 حتى الآن لاحظ قداش نصيب الفرد من الدخل القومي بإيران مقارنة بنصيب الفرد يعني إذا قلنا نصيب الفرد من الدخل القومي بإيران 4000 دولار نصيب الفرد من الدخل القومي بالسعودية 24 ألف دولار هلأ الحسابات بتقول أنه 60% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر وتلتن تحت خط الفقر المطقع معناتها أنه زائد زائد الحالي الثورة النساء بإيران اللي دمرت شيء أساسي بمشروعية يعني هذه شكلت عوامل الضغط على النظام الإيراني والدولة الإيرانية للذهاب باتجاه الانفتاح على السعودية لو لا أن إيران مضطرة إلى هذا المسلك التوافق مع السعودية لما سلكته لأنه سياستة أصلا تقوم على المغالبة وتحقيق القدم والهضم بأي مكان تستطيع فرد سيطرتها